والمفصل نقدمه لحضراتكم من قناة العيون وهذه أبرز العنوين جلالة الملك يشرف على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا ويعطي انطلاق الطائرة من طراز بوينغ دليل ملايرين وفي النشرة أيضا رسالة ملكية سامية للمشاركين في أشغال الملتقى البرلمان الثالث للجهات المنعقدة بالرباط وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي لفائدة الساكنة المعوزة وربورتاج النشرة يرحل بنا إلى فضاءات طبيعية وأجواء البادية بإقليم السزاق وخاصة على ضفاف وادي درعف أهلا بكم نستهل عرضنا الإخبار المباشر والمفصل من العاصمة الرباط حيث أشرف صاحب الجلال الملك محمد السادس اليوم الأربعاء على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا قبل أن يعطي جلالته انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية وهي من طراز بوينغ دليم ليرن التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا التقرير لمحمد نوار تأتي توسعة مطار الرباط سلا هذا المشروع الهيكل بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفر السوسي اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط سلا القنيطرة والذي يتطلب استثمارات تقدر بمليار درهم وسيمكن المشروع الذي يسجم تماما الانسجام مع أهداف برنامج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى أربعة ملايين مسافر عوض مليون فاصل خمسة مليون حاليا كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة وسيهم مشروع توصيع مطار الرباط سلا الذي يشكل جزءا مندمجا من استراتيجية التنمية للمكتب الوطني للمطارات تشهيد محطة جيوية جديدة على مساحة تناهز 69 ألف متر مربع وتوسعة موقف الطائرات ستة مراكز إضافية مع تهيئة مسالك طرقية للربط بالمدرج وموقف للسيارات على مستويين بطاقة استيعابية تقدر بـ 1300 سيارة واستجابة لحاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة تلائم المعايير الدولية في مجال السلامة والأمن وجودة الخدمات وبتصميم هندسي يسمح بتدبير أمثل للفضاءات من أجل تنقل سلس للمسافرين وستشتمل المحطة الجوية الجديدة أيضا على بهو عمومي يضم فضاء لعرض نماذج الطائرات وقاعة لإجراءات التسجيل الخاص بالمسافرين والأمتعة وفضاء لإجراءات مراقبة الولوج وقاعة لتسليم الأمتعة وفضاء مخصص لمراقبة الجوازات عند الوصول ومسلكين أحمر وأخضر لإجراءات المراقبة الجمركية عند الوصول ويأتي إطلاق جلالة الملك لمشروع بناء هذه المحطة الجوية الجديدة لتعزيز المكانة الدولية التي يحظى بها مطار الرباط سلا الذي عرف حركة نقل مهمة خلال السنوات الأخيرة إثر ذلك أعطى جلالة الملك نصره الله انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية بوينغ دريملاينر التي اقتنتها الشركة مؤخرا وبهذه المناسبة قدم الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو لجلالة الملك هدية رمزية وتنضاف أول طائرة بوينغ هاته التي قدمت الشركة الوطنية بشأنها طلبية الأكبر حجما والأكثر فاعلية إلى الخمس طائرات بوينغ 787 التي تستغلها الخطوط الملكية المغربية مما سيمكن هذه الأخيرة من توفير رحلات جوية نحو وجهات عديدة عبر رحلة مباشرة وبذلك تعزز شبكتها التي تشمل أزيد من 90 وجهة دولية ويفوق طول طائرة البوينغ 787 نظيرتها 787 بستة أمتار وتبلغ طاقتها الاستيعابية 302 مسافر بأكثر من 28 مقعد مقارنة مع بوينغ 787 كما يمكنها الطيران على مسافة تتجاوز 14140 كم بنظام نموذجي من مستوين وستمكن هذه القدرة الإضافية الخطوط الملكية المغربية من توسيع مجال عملها مع تحسين الربحية الخاصة بخطوطها لا سيما بفضل النجاعة الطاقية لهذه الطائرة مع تقليص استهلاك البنزين وانبعاثات الكربون بنسبة 25% مقارنة مع الطائرات الأخرى طويلة المدى كما وجه صاحب الجلال الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات التي افتتحت أشغاله اليوم الأربعة بالرباط وفيما يلي قراءة في نص الرسالة الملكية التي تلاها مستشار صاحب الجلال السيد عبداللاطف المنوني مع غالي القرحي جلالة الملك أبرز في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط أن المغاربة يتطلعون لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة وتساهم في تحسين معيشهم اليومي ومن هذا المنطلق أكد صاحب الجلالة أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في المجال القاروي كما في المجالات الحضرية وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة ووجه جلالة الملك في هذا الصدد الدعوات للمشاركين في الملتقى للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي محدد من حيث الجدول الزمنية لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة التي أثبتت نجاعتها وبعد أن سجل صاحب الجلالة أن مختلف جهات المملكة قطعت أشواطا متفاوتة في وضع برامج التنمية الجهوية لاحظ جلالته أن الضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنوعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون المركزي وفي هذا السياق ذكر جلالة الملك بأن التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة لا سيما منها المتعلقة بالتركيز الإدارية وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية ومنظومة التكوين المهني وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار تندرج ضمن منظورنا الشامل الهدف لتوفير أسباب النجاح لمصاري التنمية الجهوية والرفع من وطيرة تفعيله وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه وجدد صاحب الجلالة التذكير بالدعوة التي وجهها للمنتخبين خلال الدورة الثانية لهذا الملتقى من أجل ابتكار حلول محلية تتلأم مع مشاكل الشباب مبرزا جلالته في هذا الإطار أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية ولهذا يضيف جلالة الملكة نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع مشددين على وجه الخصوص إلى العمل وفق منهجية تشاركية لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب كما دعا جلالة الملكة الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي الهيئة العمومية المعنية إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص ودعمها لتحقيق هذا الهدف بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي وأكد صاحب الجلالة أن اعتماد مبادئ الحكام الجيدة وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة مهيبا جلالته بالجماعات الترابية أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدلة الاجتماعية والترابية وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء وأشدد جلالة الملك في رسالته إلى المشاركين في الملتقى على أنهم من تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة هناك مواضيع عديدة تسائلكم وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين نبقى بالعاصمة الرباط مع النشاط الأميري حيث ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي المنظم من قبل سفارة جمهورية الصين الشعبية والمؤسسة الدبلوماسية وأضحى هذا الحفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى صاحب الجلالة تقليدا سنويا ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والصفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين مباشرة نترككم عفوا مع عياد السرتي حفل عشاء خيري يعطي للعمل الدبلوماسي مزايا إنسانية وأبعاد نبلة حفل ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة حرصا من سموها على تشجيع كل المبادرات التي ترم مساعدة الآخر وتعزيز التأذر والتضامن مع الفئات المحتاجة تقدم للسلام على سموها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونيا بوستا وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقي الدرهم وشخصيات سامية بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكي صورة ذكارية مع الفنانين المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة حفل خيري هو تقليد سنوي ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفرات الأجنبية المعتمدة بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين كانت وجهة بالشكر الجزيل لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للحسنة لدعمها الدائم وبترأسها الفعاليات كل سنة ديال هذا النشاط لكي يجي في إطار إظهار ما يعرفه المغاربة من تكافل وتسامح ودعم للطبقات الهشة والطبقات المحتاجة للمرتعال حفل العشاء الخيري لهذه السنة نتاج شراكة مثمرة بين المؤسسة الدبلوماسية وسفارة جمهورية الصين الشعبية شراكة تترجم عمق ومتانة العلاقات بين المغرب والصين تحت قيادة صاحب الجلالة والرئيس الصيني علاقات تطورت إلى مستوى شراكة استراتيجية هذه السنة هي الذكرى الستولي العلاقات المغربية الصينية وهذا الحفل له أكثر من دلالة هذه مناسبة تؤكد أن الصين دائما إلى جنب أصدقائها المغاربة خدمة للقضايا الإنسانية والخيرية فرقة ينفو الآتية من منطقة شيشوان حملت بإقاعاتها أنغام الصيني الشعبية أنغام ضاربة في القدم تحكي تاريخ وحضارة الصيني الشعبية آلات وترية فريدة ومعزوفات متألفة صنعت فضاء لتلاقح الحضارة هذه المؤسسة تعمل لأهداف سامية التقريب بين الثقافات التقريب بين الدول التقريب بين السفراء تعريف السفراء والسلك الدبلوماسي العامل في المغرب بالثقافة المغربية والمحافظات والأقاليم ومشاريع التنمية في المغرب قصائد خالدة من تراثي الملحون شكلت هي الأخرى جزءا من برنامج هذا الحفلي الخيري نسمات الصحراء المغربية حملتها أيضا هذه الإقاعات الحسانية التي أمتعت الحاضرين في هذا الحفل حفل سيخص سريعه لفائدة المشاريع الاجتماعية التي تعنى بالصحة والتربية الفتيات وهنا نشير إلى أن ريع السنة الماضية خصص لفائدة المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون بالمغرب وبالعودة إلى موضوع أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات فقد اختتمت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال الملتقى بإصدار عدد من التوصيات تتوزع على خمسة محاور ترم حسن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وقد شارك في هذا المنتدى رئيس جهة العيون الساقية الحمراء الذي أدل بالتصريح التالي لنستمع سنة الثالثة هي سنة تقييم بقوة القانون بقوة قانون تنظيمي لدازف 2015 هذا الملتقى البرلماني للجهات مجلس المستشارين أعطي عناية خاصة للموضوع الجهوية مؤسسات الدولة تجري جاهداً لاستدراك النموذج في حلته الجديدة واليوم سيكون نقاس قيم وفاعل مع المتدخلين في سياق آخر وفي موضوع أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني حظيت منطقة نواذب الحرة بالزيارة وفد الاتحاد العام لمقاولة المغرب زيارة قدمت خلالها شروحات في مجال الاستثمار بمختلف فروعه وخاصة قطاعي المعادن والصيد البحري مراسلة من عين المكان مع السالك الزبير والصالح الرقيبي وفد الاتحاد العام لمقاولة المغرب حل بنواذب والعاصمة الاقتصادية لموريتانيا والتي يوجد بها ميناء معدني تجاري يعتبر غوابة شمال أفريقيا إضافة إلى مطار يساهم في انتعاش الحركة التجارية موقعها الاستراتيجي أهلها لجذب استثمارات أجنبية خاصة من فرنسا إسبانيا والصين المناخ المعتقل والتزيزات الفندغية تعتبر عامل جذب مهم في استقطاب فرص الاستثمار هي فرصة لتطوير العلاقات ما بين المغرب وما بين موريتانيا وعندما أقول علاقات أعني بالذكر خصوصاً العلاقات الاقتصادية فاليوم هناك شيء مهم جداً هو العلاقات الاقتصادية يمكنها أن تساعد في استقرار المنطقة والإقليمي حيث يوجد المغرب وموريتانيا قطاع المعادن يحظى بأهمية كبيرة الاقتصادية لنواذبو بمعدل 12 مليون طن سنوياً بخصوصي إنتاج الحديد و250 ألف طن سنوياً تهم معدن الكوارتس وتجري حالياً أعمال إنشاء ميناء معدني جديد بتكلفة 120 مليون دولار سيمكن من مضاعفة الطاقة التصديرية بخمسة أضعاف تستعد نواذبو أيضاً لإنشاء مجمع صناعي في مجال تسويق الأسماك باستثمار قدره 100 مليون دولار وحقيقةً في هذه المناسبة بالنسبة ليعيد أن المستثمرين العرب وخصوصاً المقاربة اللي يمكن لهم محبة خاصة ننتيج ارتباطنا التاريخ وننتيج العلاقات الموريتانية المغربية نحن اليوم في هذا الملتقى مفتخرين جداً بأشيقان رجال الأعمال المملكة المغربية الشقيقة وفخورين جداً بالعرض اللي يعدل اليوم واللي لا محالة سيؤدي أكله إن شاء الله بالتعاون والضارب في التاريخ اللي إن شاء الله نحاول رسخه ونشده ونطوره للأمام إن شاء الله بفضل العالم وفضل القيادات الرشيدة للبلدين زيارة نواديبو والمنطقة الحرة لنواديبو هي المحطة الثانية في هذه الزيارة الميمونة اللي كان قم بها بالشقيقة موريتانية المنطقة الحرة لنواديبو لها خصوصيات وهذه الخصوصيات مرتبطة بالخيارات استراتيجية للموريتانية لتطوير منطقة حرة ذات جاذبية توفر امتيازات خاصة بالنسبة للمستمرين سواء في المجال الصناعي أو في المجال السياحي أو في المجال الاستيكي أو المجال الخدماتي تتبط ولاية نواديبو بالعاصمة نواكشوت عبر الطريق السري جنوبا وترتبط بالحدود مع المغرب عند النقطة الحدودية القرقرات بخمسة وخمسين كيلو مترا مع يجعلها أقرب مدن موريتانيا لجذب استثمارات مغربية هامة في المستقبل هذه منطقة نواديبو الحرة التي تقع غير بعيد عن التراب المغربي منطقة تعد المحطة الثانية بعد نواكشوت ضمن جولة الوفد المغربي في إطار اتحاد أرباب العمل المغربي محطة حاسمة وأخيرة من شانها أن تعزز من علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي بين المغربي وموريتانيا سارك زبير صالح رقيبي لقلات العيون نواديبو في موضوع آخر وبمناسبة إحياء الذكرى العشرين لرحيل أبو الأمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراها نظمت زاوية المسيدة بتنصيق مع جمعية زاوية المسيدة للثقافة والتنمية والأعمال الاجتماعية حفلا دينيا كبيرا حضره مريد الزاوية وأعيان القبائل الصحراوية والوعاظ والقيمين الدينيين بالإضافة لبعض أعضاء المجلس العلمي المحلي الحفل تخللته تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ودروس عن مناقب الملك البطل وفي الأخير تم رفع برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله والدعاء لأمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس حفظه الله هذه الذكرى وفاة الحسن رحمه الله أعدينا هذا الأجر وهذا القرآن وهذه الأمداح النبوية لا يذهب عنه يبلغ أهله إن شاء الله بيحسن التبليق ويعملوا إن شاء الله يرحم أعظامه ويرحم أسلافه وبيه جلالة محمد الخامسة طويلة طراء أرحمهما وبلغهم هذا الأجر اللي كامل وهبنا من قراءة القرآن شربوا أكل أمداح نبوية يبلغ أهله بيحسن التبليق ويضع أهله بيحسن الضعيف بهذه الليلة المباركة نتقدم لجلالة الملك الحسن الثاني اللهم ارحمه واخفر له وقدس روحه واجعله في أعلى عليين وعبوه الله مرحمهما واخفر لهما وقدس أرواحهما واجعله في أعلى عليين وجلالة الملك محمد السادس اللهم انصره النصر عزيزا تعزو به الدين في الشأن التربوي نظمت ترابطة أطر وموظف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء دورة تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية المرشحة لجتياز امتحان الكفاءة المهنية التفاصيل في سياق تقرير محمد الفيرس ومحمد مولود من لا يخاف بلوغ مرحلة التوظيف لا تعني نهاية المصار فهناك محطات أخرى تختبر فيها قدرات الموظفي أو الإطار المهنية والمعرفية ومن بين هذه المحطات امتحان الكفاءة المهنية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة العيون تنظم هذه الدورة التكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة للأكاديمية المرشحة لجتياز امتحاني الكفاءة المهنية دورة سنة 2018 في إطار الدعم للأطر التربوية والإدارية تقوم هذا الرابط بتنظيم مجموعة من التكوينات البرنامج حافل يضم حوالي خمسة تكوينات خلال أسبوع الهدف والرفع من القدرات التدبيرية للأطر الإدارية والتربوية وكذلك تأهيل هذه الأطر لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وأيضا تجويد منظومة التربية والتكوين يدخل كذلك في الأهداف التي تقوم عليها الوزارة من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وهمت مواضيع الدورة التكوينية تدبير التربوي والمالي لمؤسسة التربية والتكوين وتحديد مسؤوليات موظفي قطاع التعليم والحكامة الجيدة في أوراش الإصلاح المالي كما تناول المشرفون على هذه الدورة منهجية امتحانات الكفاءة المهنية في ضوء التجارب الناجحة كان إدراج مجزوء التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية كان من بين هذه التكوينات التي سيتلقها الإخوان الذين سيجتازون هذه المباراة أنا طبيعة الحال تم تكليف استدعائي من طرف الإخوان وطبيعة الحال نحن منخريطون في هذه العملية ومنخريطون في جميع العمليات التي تفيد كافة المتدخلين في قطاع التربية وطنية ويعد قطاع التربية والتعليم من بين أهم القطاعات الحيوية على المستويين الجهوي والوطني ويشكل تأهيل وتقوية قدرات الفاعلين المهنيين ضرورة بالغة في تجويد الخدمات المقدمة وتعزيز العناية بهذه الفئة الشغيلة على كافة الأصعدة روبرتاج النشرة يرحل بنا إلى الفضاءات الطبيعية وأجواء البادية بإقليم السزاق وخاصة على ضفاف وادي درعة التي تحولت إلى مناطق السقطة بإيكولوجيا بعد الأمطار المهمة التي عرفها الإقليم في المدة الأخيرة حفظ محضر محمد نوار ومحمد الشرك ضواحي وادي درعة بإقليم السزاق امتداد طبيعي وإيكولوجي يستعيد نظارته وألقه في أعقاب التساقطات التي تهاطلت على المنطقة في الأشهر الأخيرة فضاءات جاذبة وسحر طبيعي غدت وجهة مفضلة للساكنة للاستمتاع بجمالية المكان والترويح عن النفس وسط هذا الجو الأخاذ بعيدا عن ضجيج وضوضاء المدينة جلسات استمتاع تحلو بمعية أفراد الأسرة والأصدقاء والمعارف وإعداد الشاي بهذه الفضاءات كفيل بإضفاء متعة خاصة على هذه النزهة هذا الواد رحمة الشهر أكتوبر هذا المنطق كانت الحمد لله زينة ونفعت المنطقة ونفعت الحمد لله هذا الواد بالخصوص فيه متنفس زين الناس وترتفد الوقع الرجع في السمانة دايما والحمد لله يلا بعد اللي ما صاب بعد يجيه وصاب يما هو الناس لغرضها كاملة مرق البادية البادية ما خالق حد يعرفها ما عاد ما عاد يرفد اله الرجع ويبغي يتحرك فيها ويبغي هواها ويبغي ماها ويبغي أتائها ويبغي الله كامل ويبغي يتطرح فيها ما حد ما هم مال في البادية مسكين نراه خاص وياسر غايب عنه ياسر وحد مال في البادية ما يقد يصيب عن البادية يعملوا نهار في السمانة والله نهارين هذا فضل من الله فضل من مولانه كان يعرفنا قليلا O Gray هذا العالم مربع زين ووانبغون يMc Lisa لو مرضا ويقه ويقموعد ترتوب حتى يجلو عنه الروتين ديال الدار ويجلو عنه الروتين ديال الدراسة وزين عندنا بلد يعمل مربع وفيه المه زين عندنا البادوزين زين هنا فيه الماكل وزين فيها التاي وزين فيه الضحك إلى الرجل وزين فيه تجبر الرجلي كامل حد تعرفوا حد ما تعرفوه والعائلة منتجتمرamer إنه تصل على مجتمع زينة تتخطم عنك الزائد ويتخطم عنك ياسر مسائل تجبرهم في البدو وما تشبرهم في الدار ناب نبيهم لط paling 2014 وهال العام زين تبارك الله ما ان شاء الله زين ما ان شاء الله الحيوان ذهه الحمدين المولانا وشاكرينه والحي يا شبعانا ما ان شاء الله والمعايد ذهه يلعبو الدومين والدنيا زينة ما ان شاء الله رحمنا رحمنا رحمة هالعام ما ان شاء الله تبارك الله يا مولانا إلى فضاءات خضرة بامتدادات لا تخطئها العين تحولت هذه الضفاف بعد سنوات عجف وجهة طبيعية هي اليوم متنفس لساكنة المنطقة تجد فيه فضاء للراحة والتمتع بجمالية الطبيعة التي تبوح بعديد أسرارها هنا للزوار أسرار تتاح لوافدين أجانب من هوات الاكتشاف والمغامرة فرصة اكتشافها خاصة بهذه المنطقة التي تنعم بالإضافة إلى سحرها الإيكولوجي بجو الأمن والاستقرار الذي يشكل قيمة مضافة على طول رحلتنا صادفنا قطيعا للجمال هو شيء ممتع فضاء فسيح تتوفد عليه الناس من أماكن مختلفة يوفر الملاذة للباحثين عن أجواء للاستمتاع والفسحة نحن بدورنا قررنا المكوثة للحظات بهذا الفضاء يبقينا اليوم الواضع ما شاء الله نتمنى لكل يتمتع عبد المنظر الزين الرائع نقول لكم اللي قد لكم خسكم تجو تشوفوا بعينكم هذا ينقل لهم منظر رائع شيء يعطيها اللوم ولانا ما إن شاء الله جو جميل جدا فيها الصدر فيها الربيع وفيها الوادي ماشي وما إن شاء الله أجواء متعة باتت تتيحها فضاءات وادي درعا بإقليم أصزاك تغريب الزيارة لتنضية أفضل وأمتع الأوقات خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع وضاءات تحولت إلى قبلة استقطاب للباحثين عن فرص للراحة والاستمتاع والتسلية والترويح عن النفس من ساكنة الإقليم والسياح الوافدين على المنطقة والآن نتوقف مع جولة في صحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لمحمد لمين القارح نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية وكتبت دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام المقولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين وخاصة منهم الجماعات الترابية مشددا على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق وذكرت الأحداث المغربية أن جلالة الملك أبرز في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط أن المغاربة يتطلعون لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة وتساهم في تحسين معيشهم اليومي يومية الصباح كتبت وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي افتتحت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط حيث أكد فيها حرصه على إنجاح الورش الإصلاحي الهيكلي للجهوية المتقدمة الذي يضعه في صلب توجهاته الاستراتيجية من أجل ترسيخ مصاري التحديث المؤسسي لبلادنا وتوطيد بناء مغرب التضامن والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالتنمية المندمجة ولمستدامة لفائدة كافة المواطنين وقال جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية التي تلاها المستشار الملكي عبدالطيف المنوني إننا لنتطلع إلى أن تشكل هذه الدورة فرصة سانحة لتعميق النقاش البناء واقتراح الحلول الخلاقة والعملية المناسبة من أجل إذ طلاع الجهوية المتقدمة بدور محوري كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللمادية وتوفير فرص الشغل لا سيما للشباب وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية وضمان المشاركة المواطنة الواسعة والمسؤولة والمساهمة في النهوض بالتنوع الثقافي لبلادنا في إطار مقومات هويتنا الوطنية الموحدة يومية الأخبار كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الخميس بأن لجنة من المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستحل في الأيام المقبلة بمدينة الطنطان وذلك من أجل الوقوف على طريقة إخراج وتدبير عدد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة عدد من حاميلي الشهادات من أبناء الإقليم وذكرت الأخبار أن اجتماعا نظم على الصعيد المركزي وقف ماليا على تجربة عمالة الطنطان التي أخرجت ما يزيد عن 111 مشروعا لفائدة حاميلي الشهادات العليا صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت أن بحارا لقي مصرعه صباح يوم الأربعاء التاسع عصر دجمبر الجاري على متن مركب للصيد الساحلي الصين فالسردين قبالة ميناء مدينة العيون وأفاد مصدر مسؤول لموقع برلمان كوم أن مصالح من دوبية الصيد البحري بمدينة العيون توصلت بإخبارية تفيد بأن بحارا لقي مصرعه في ظروف غامضة خلال رحلة صيد لأحد مراكب الصيد الساحلي حيث تم العثور على جثة الهالك هامدة على متن المركب وقد تحركت السلطات المينائية بمعية الجهات المختصة بتعليمات من النيابة العامة لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة وإجلاء جثة البحار لدى خافرة للإنقاذ يومية الاتحاد الاشتراكي تخبرنا في عددها الصادر يوم غدنا الخميس بأن صحيفة لوموندا الفرنسية كتبت أن المغرب يكون أئمة الغد الفرنسيين مشيرة إلى أن الفوج الأول الذي يضم 19 طالبا سيتخرج خلال شهر دجمبر وأشارت الصحيفة في روبرتاج بعنوان المغرب يكون أئمة الغد الفرنسيين إلى وجود 67 طالبا بالمغرب قدموا من فرنسا من أجل الحصول على ديبلوم إمام مهني من معهد محمد السادس بالريبار مضيفة أن الفوج الأول المكوم من 19 طالبا سيتخرج خلال شهر دجمبر وبهذا الخبر ننهي جولتنا ضمن جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أبوهوش يوسف بن الحسن عن سن تناهز 21 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة إيداوشقرا إفران الأطلس الصغير تغمض الله الفقيد بوسع رحمته وأسكنه فسح جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إله أعجعون أما الآن فإلى الورق الخاصة بأحوال التقص حيث من المرتقب أن يبقى الجو مشبسا على الهموم بجميع جهات أقالي من الجنوبية درجات الحرارة ليوم غد بحول الله نستهلها من العاصمة الرباط وتسعة عشر درجة 21 بسيدي إفني 26 بقليميم والعيون وبكراع 24 بالطنطان 23 بأسا 22 بالزاق 24 بالسمارة 27 ببجدور 25 بيقلت الزمور وأم ضريقة 24 بالداخلة 27 بي أوسرد 28 بالقويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان شروق الشمس غدا بمدينة العيون بحول الله سيكون على الساعة الثامنة واثنان وأربعين دقيقة أما غربها فعلى الساعة السادسة وتسع وخمسين دقيقة أما درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا نستهلها من تندوف 22 درجة 27 بالرابوني 28 بالزويرات 31 بكل من واذبو وانواقشوت 21 بأطار 27 بتودني وكيهيدي 32 34 بباماكو إلى التذكير بالعناوين موسيقى جلالة الملك أشرف على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط السلا وأعطى انطلاق الطائرة من طراز بوينغ دين الماينير موسيقى في النشرة أيضا رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات المنعقد بالرباط موسيقى وتابعنا في هذه النشرة روبرتاج من الفضاءات الطبيعية وأجواء البادية بإقليم السزاق وخاصة على ضفاف ودي درعا موسيقى نشرتنا المباشرة انتهت شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى